ماذا يا الفول ازاكم حقيقة لما انت تيجي ببص على الانتخابات الامريكية هتلاقي ان جو بايدن عمال يتقدم كل يوم عن اليوم اللي قبل مش بس كده ده جو بايدن عمال يكتسب رجال اعمال بيدعموا الحملة الانتخابية بتاعته اكتر بكتير من دونالد ترامب يعني قبل كده بيقولك ان دونالد ترامب كان معايا عدد من رجال اعمال مساوي لنفس عدد رجال الاعمال اللي بيدعموا الحملة بتاعت جو بايدن او بينقص قليلا دلوقتي العادة الفرق مش بس كده انت عندك يعني واحد زي بلومبرغ بلومبرغ ده حد ملياردير يعني حد جانب جدا دعم الحملة بتاعت جو بايدن بمئة مليون دولار انت متخيل؟ يعني ايه يدعم الحملة بتاعته يعني بيحط استثمارات او بيراهن على الحملة دي ويدعمها لحد ما جو بايدن اكتسب معنى كده ان هو شايف ان فولاس جو بايدن اقب كتير مش بس كده خلي يا لك ان المبلغ اللي محطوط مش قليل يعني مبلغ كبير جدا مئة مليون دولار ففرص جو بايدن عمالها تتعاظم يوم بعد يوم طيب هو ترامب معتمد على ايه بص هو ترامب معتمد على مناظرة تلفزيونية اللي هتحصل بينه وبين بايدن وقالك انا لما خش في مناظرة همسح لكم بايدن ده مش بس كده وبيتكلم ان مارك بنس برضه وحيمسح كامالا هاريس او كامالا هاريس هيمسحها في مناظرة اللي بينهم وبين بعضه فمن هنا الرهان بتاع دونالد كرامب بس لما تيجي بص هتلاقي برضه ان بايدن عمال يكتسب كل يومنا كحاجة يحصل ايه او السؤال بتاع الفيديو النهارده هيحصل ايه لو بايدن دخل جوه البيت الابيض ماشي يعني كسب ودخل جوه البيت الابيض بقى يدير امريكا بص نيويك تاينز تقولك ان بايدن لما يخش جوه البيت الابيض حيلاقي بيت غير البيت ازاي بقى سواء سياسات داخلية او سياسات خارجية حيلاقيها مختلفة تماما عن ما سابها ايام كان نائب رئيس طبع باراق اوباما لا حيلاقي وضع مختلف تماما ليه يقولك سياسات خارجية بتاعت امريكيا متدمرة تماما مع اوروبا مع افراقيا مع العرب الدنيا بايضة خاضر او لما انت تيجي بتقول اختصارا كده مع دول العرب كلها سياسات بايضة مش بس كده سياسات الداخلية نفسها بايضة هي كمان السود او الصمر عشان حد يطلع ان اهد هاجمني الصمر يعني لما بيتكلموا على دونالد ترمب برضو كرهيمه وفيه زي انشكاق كده في المجتمع الامريكي سببه دونالد ترمب برضو مش بس كده انت بتتكلم ان في تغير مناحي جدير جدا جوه امريكا وعلى فكرة التغير المناحي ده بيهدد وجود امريكا اصلا فيا بس هشرح لكم بقى في اخر الفيديو دي بس ده موضوع ممكن اصلا ما يبقاش في حاجة اسمها امريكا من التغير المناحي تغير المناحي ده او climate change اللي بيعمله العالم حاليا مين مسؤول عنه؟ بص هما بيشايلوا دونالد ترمب تغير المناحي ده ليه؟ مش عاوز يحد من التلوثات لان هو بيقول لو احنا حدينا من التلوث او انبعاث ساني اكسيد الكربون حنحد من الصناعات كتير فانت عارف ان هو رجل اقتصاد فبيقولك لا احنا ما نحدش من انبعاث او التلوث ده فده بيسبب تغير المناحي بس خلينا هشرحولك قدام خلينا اول اللي بتجي سياسات الخارجية والداخلية الامريكا عملا ازاي بص بقاش بيقولك ان اول حاجة حيجي جو بايدن لو دخل البيت الابعاد حيشوفها حيلاقي ان علاقة امريكا باوروبا زازف بيقولك ان الاوروبيين دلوقتي بيحاول يعتمدوا على نفسهم اكتر بكتير من مكان باراك اوباما موجود ليه؟ باراك اوباما كان سياساته هو يهتم باوروبا الاول او ينصق مع اوروبا الاول قبل ما ياخد اي قرار في ان شأن العالمي ترامب مش كده ترامب باصس عاوز يقلب اوروبا ازاي؟ يطلع منها بقاشين ازاي؟ على فكرة دي سياساته مع العرب برضه يعني العرب هو شايفهم حاجتين اول حاجة عضية السلام مع اسرائيل مش بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا بين اسرائيل والداخل العربية بالذات الخليط وعاوز يطلع منهم استثمارات واسلحة وحتجبوا لي اسلحة ازاي؟ وبعالوك اسلحة ازاي؟ وأنا الجنون الامريكيين اللي عندوكو دول هتدوني كان في المقابل ان هما يفضلوا قاعدين؟ هو بتزبط بيعامل اوروبا بنفس المنهج ويقولك حاجة يقولك ان كان فيه اجتماع للنيتو من ثلاث سنين انجل امريكل بعد الاجتماع ده طلعت قالت لأ الرجل ده مش ممكن الرجل ده ما ينفعش يتقاب معه في حتة واحدة على فكرة بقى الاوروبيين لازم ياخدوا قرارهم بنفسهم كلي جاء لك بالكلام الاوروبيين ياخدوا قرارهم بنفسهم ومصرهم الاوروبيين هما اللي يحددوه مش حد تاني كلام ده خفير جدا معنا كده بتقول ان احنا مش عايزين امريكا واسل فعلاقة اوروبا بامريكا ان هي استثمارات مقابل استثمارات هل كده فقط؟ لا هو بيقولك ان دلوقتي اوروبا قبل كورونا فيروس كانت حاجة وبعد كورونا فيروس بقت حاجة تانية خلصة قبل كورونا فيروس كان الاوروبيين هتلاقي فيهم تفكك شوية هتلاقي ان هم مش متعاونين قوي هتلاقي الخلافات كانت كتير اقولك ازاي؟ هتلاقي مثلا ان كان في مشكلة بين ايطاليا وباقي دول الاتحاد الاوروبي عشان الهجرة الجرش رعي ايطاليا اكتر دولة مأزية بالموضوع ده تاني حاجة موضوع بريجزيت بريطانيا عاوز تطلع برا الاتحاد الاوروبيين اصلا فدي كانت مشكلة بتقرق الاوروبيين مش بس كده انت عندك دلوقتي تركيا كانت بتضرب في اليونان او العلاقات بينهم مكادش كويسة ومازالت على فكرة وسأنا اكلمك قبل كورونا فيروس طب بعد كورونا فيروس بعد كورونا فيروس الاوروبيين قالوا لأ انا كده من نشجر بعض احنا بقى ننصك سياساتنا الخارجية والداخلية بيننا وبين بعضين ليه؟ هم حاسوا ان هم رايحين في دهية فنسيوا حتة امليكا ده اولا وشافوا ان امريكا اصلا مش متعاونة معهم في اي حاجة سواء عسكريا سواء اي حاجة هم مش متعاونة يعني اقولك حاجة اقرب حاجة ان تركيا واليونان خبطوا في بعض امريكا عملت ايه؟ او ترامب عمل ايه؟ راح للمانيا لها احل انت بمشترة انا عندي انتخابات ومش فاضل ماتجيش تسعيجين فالأوروبيين بعد كورونا لقوا ان مش بس مشاكلهم الخارجية لأ مشاكلهم الاقتصادية الداخلية بيقولك التنسيق بقى اكتر في مواقع المشاكل دي هي اوروبا عندها مشاكل ايه؟ اول حاجة انت عندك تركيا ضربة في اليونان فرنسا دخلة مع اليونان ضد تركيا فدي اكبر مشكلة حاليا بتواجه الاتحاد الاوروبا تاني حاجة بيقولك ان في المعارض الروسي اللي تسمم في ألمانيا روسيا سممت معارض في برلين والراجل ده بيتعالج دلوقتي في مستشفى في برلين ومش بس كده بيقولك اكبر مشكلة تدل ليك ان في عدم تنسيق بين اوروبا وامريكا حاجة مهمة جدا بيقولك ايام لما روسيا دخلت كرايميا او جزيرة الكارد اوروبا وامريكا اتحدوا وفرضوا عقوبات على طول على روسيا في مشكلة المعارض ده انهم مش عارفين ياخدوا قرار ضد روسيا مش عارفين يكتمعوا على قرار امريكا شايفة حاجة وهم شايفين حاجة مش بس كده لما تيجي تبص على ايران برضو الاوروبيين مش عاوزين يفرضوا عقوبات على ايران بالعكس هم عاوزين يتعاونوا مع ايران بالسلم عشان تقفل برنامج الصواريخ بتاعها امريكا شايفة لأ امريكا عاوزة تفرض عقوبات وعاوزة تباين انها ايمانا الامريكية فبرضو ده مش نابع معهم اكبر مشكلة اكبر مشكلة تدل ليك على عدم التنسيق او عدم التفاهم الامريكي الاوروبي حاجة واحدة في كمه اسمها الجي سفن ايه الجي سفن دي اكبر دول سبعة في العالم هي الاول كان اسمها الجي ايد او جرانت ايت كان فيهم مياه مياه روسيا. بعد اما روسيا دخلت جزيرة القرم ده، الترادوها برا الجي ايد دي وخلوها جي سفن او الدول السبعة الكب Brooke ايه الي حصل ? ان الدورة الامريكا خدتها تنظمها تنظم هى الجي سفن دي مكان فرنسا لان فرنسا خلصت ان تنظمت ها stability فاتت وامريكا عليها الدور السنrat الدورة دي المفروض تتنصق امتى او تتعمل امتى المفروض تتعمل في يونيون ما تعملتش ليه بقى؟ امريكا قلت لك احنا لازم ندعو روسيا او ترامب شايف ان هو لازم يدعو روسيا للجي سيفن ده ليه؟ عشان يتكلموا معاها ويشوفوا بقى ايه المشاكل ونحاول نرجعها للجي ايد هل عشان عيون روسيا يعني؟ لا هو برضو باصص للموضوع كفلوس مش اكدر طيب باللين اللي هي ميريكل قالت له ايه؟ قالت له الله يا بص انا مش هقدر ايكي لو انت عاوز ناجي الجي سيفن دي انا فعلا مش هقدر ايجي لان انا عندي معارض تسمم من روسيا فانا شايف ان انا هعتذر انا عالدورة دي في مانويل ماكرون اللي هو رئيس فرنسا قال له ايه؟ قال له الله يا بص لازم الدول كلها تيجي عشان انا ناجي لو الدول ماجوش حبقى نظري وحش يعني حاوض انا وانت يعني كمة السبعة نوع ده انا وانت بس مش هتبقى كمة سبعة قال له بص الناس دي لو جات كلها انا حاجة ما معنى لأ يعني طب باقي الدول الخمسة الباقيين قالوله ايه؟ قالوله بص ادام روسيا جاية او انت هتدعو بوتن دي الكمة دي احنا مش جايين من الاخر كده انجلترا بقى ايطاليا والناس دي كلها قال له احنا مش جايين فالكمة اتضربت فده يا دول ان في عدم تنصيق بين اوروبا وامريكا طب خطورة في كده ايه؟ طرف كده ان امريكا لو خسرت اوروبا هتخسر سوق جامد جدا وحتخسر هيمنة جامدة جدا العالم يعني اوروبا بتساعد امريكا بطريقة غير طبيعية خلي بالك اوروبا مش اوروبا بس اوروبا بعلاقاتها انا بقول اوروبا لان هم فعلا هم دول كتيرة واحدة اه في انتبتر عاوز تطلع برا الاتحاد الاوروبي بس استر او ما زالوا انه هم دول واحدة بيتعاملك لانهم حاجة واحدة مش زينا انا عمليين نمسك في بعض وانتخلق في بعض مهم خليني بس اشرح لك واقع كده برضو تبين لك مدى التفكك او مدى انحصار الهيمنة الامريكية تعارف امريكا كتعاوزة تفرض عقوبات على ايران فراحت الام المتحدة وهي واثقة تماما ان كل عالم حيقيدها في الموضوع ده عايز اقولك ان اللي صوت بس مع العقوبات الامريكية على ايران يراك اللي صوت دولة واحدة بس مع امريكا ولا حاجة فمعنى كده ده يدول ليه الهيمنة الامريكية بتاعت ايه اللي جامد جدا محدش نصرها ليه؟ لان اوروبا ما نصرتهاش وما اثرتش او ما مرستش ضغوطها على باقي الدول العالم فقدت امريكا هيمنتها ده بالنسبة الاوروبا بالنسبة الروسيا يقولك دول روسيا عمال يتعظم في وجود ترامب بالرغم من العقوبات على روسيا روسيا عمالك ازداد عدائيا يعني كوتن ما كانش بيتعامل كده ايام باراك اوباما ولأ هو كان شايف ان هو يتعامل باسلوب مختلف دلوقتي بيعتمد اكتر على السلاح دلوقتي كل لغته عمال كل يوم يطلع سلاح جديد وعمال يتباهى ان هو عنده صواريخ كتيرة عمال يتباهى ان هو عنده صواريخ توصل ابعد بكتير من الصواريخ القديمة ممكن يضرب بها امريكا على فكرة فكل يوم روسيا صوتها بيعلى وعلى فكرة ده تهديد الاوروبا قبل امريكا كمان في الصين لو انت جيت عن مثل الصيني انت بتتكلم كده ان الصين دورها بقى اكثر عدائية او الاكثر عدائية تجاه امريكا في عدد ترامب يعني اكتر وقت الصين عاوز تضرب في امريكا وتتخانق معها في عدد ترامب ليه؟ ترامب عمال يقصهم واحدة ورا واحدة هو راجل اعمال هو شايف ان الصين عمالة تخرب امريكا بالاقتصاد ببطء عمالة تموت امريكا ببطء بالديون عمالة تدخل فيها بضعر وهو مقدهمش برضو واحدة واحدة لا هو زي شد خط كده عمالة يضرب فيهم بقى لا ده انت مدخلش حاجة غير لما اخد فلوس يعني اعوز اقولك حاجة أوريكل استحوزت على تيك توك في امريكا دي هتموض الصين بالرغم ان أوريكل دفعت فلوس كتيرة جدا بس الصين هتموه خدوا منها التطبيق جوه امريكا الصين على اخرها عاوز اقولك ان الحرب بين امريكا والصين بقت اسحل ما يمكن في عدد ترامب يعني ممكن تقوم حرب بين امريكا والصين في اي وقت طيب لما انت تيجي على الشرق الاوسط هو بيقولك لحد مبارح لما تم توقيع مواهده السلام كان سياسة ترامب فشلة جدا في السرق الاوسط انما دلوقتي هو بيعتبروا ان توقيع مواهدات السلام ده جزء من نجاح ليه؟ هم شايفين دلوقتي ان مصر عمالها تصعب وما حدش عارف لمهن ما حدش عارف يقولها فين تخلي بالك صعوب مصر ده او ان مصر تزداد قوة كل يوم ده بالنسبة الامريكا حد مش حلو او الامريكان هم شايفانها كده معظم صناع القرار مش شايفين ان دي حاجة كويسة؟ ان مصر تتعاظم دورها خلي بالك بقى النقطة مهمة جدا هو دلوقتي بيقولك ايه؟ بيقولك ان في اربع دول ليتعاملوا ان هم كتلة واحدة اللي هم مين؟ مصر الامارات السعودية البحرين ما بقاش فيه قرار غير الاربع موافقين او الاربع معارضين يعني بقت حاجة واحدة قرارات واحدة دي مدقيقة امريكا برضو احنا مش عاوزين كده اه على فكرة ترامب عمالي يطلع يقولك انا عاوز الشرك الاوسط اكتر ترابط والكلام ده كله عشان يواجه ايران مش عشان يتحد ونتكلم مع بعض والكلام ده كله هو لازم انت تفضل عشان يبيع لك سلاح لازم انت تفضل مهدد من اخواتك لازم انت كل شوية ترجاء له في السلاح ما نفعش انت تعمل جيش العربي موحد ما نفعش ان انت تصنع سلاحك بنفسك ما نفعش يبقى عندك الاسلحة المتطورة دي فهو شايف ان كون ان مصر عمالة تصعد شايف ان الدول لما تتعاون مع بعض الاربعة دول ده شايفه تهديد مش شايفه نجاح ترامب مش وصص لكده ترامب شايفه نجاح ليه؟ نعاوز الدول دي كلها تبقى قصاد ايران ده وجهة نظر ترامب انما بالنسبة الامريكان لا حدودك الجنوبية خلي بقى لك ترامب لما جي الانتخابات الامريكية اللي فاتت وعد ان هو هيقضي على الهجرة الغير شرحية فقال لك بقى انا هعمل صور واي حد هيعدي وبتاع مش عارف اي بقى يقول لك معدل الهجرة دلوقتي اللي طالع من المكسيك للولايات المتحدة اكبر بكتير من اي رئيس سابق بالرغم من الصور المبني بالرغم من سياسات ترامب الجامدة جدا برضو الهجرة بالشرعية شغالة لحد دلوقتي خلي بقى لك ان دلوقتي ايران بقت اكثر عدائية بوساط امريكا فانت كده عندك سياسات خارجية زي الزفن مبهدلة الدنيا جوه المجتمع الامريكي الدنيا دلوقتي بيقول لك ان الصمر دلوقتي بيتعاملك انهم زي اقلية ولها بحقوق زي ليهوب بالظبط يعني على فكرة اليهود في امريكا يعني شايفين نفسهم حاجة مميزة جدا كل ما تيجي تكلم مثلا واحد يقول لك لا انت ضد السامية وانت 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 فمتعرفش تاخد معاه حق ولا باطل على فكرة ده جوه المجتمع الامريكي السود او الصمر يقول لك وصلوا للمرتبة دي الناس دلوقتي كيفة دوسلوم على طرف ليقوم بقى عملي بقى احتجاجاته وبتاعه مش عارف ايه فايه بتده ياخدوا حقهم واحدة واحدة المجتمع الامريكي بتده ينقسم شوية وتظهر فيه العراقيات اللي هي اسود وابيض تاني ما احنا كنا فلاصنا من الليلة دي لا ده في دلوقتي اسود وابيض وكلام ده كله كاشفيه الكلام ده ما كاشفيه اللغة دي فترة لقبل ترامب طيب غير كده بيقول لك التغير المناخي ده بيقول لك دلوقتي انت عندك السواحل الامريكية كل شوية عمال يضربها اعصار كانوا بيتوقعوا الامريكان يعني بيتوقعوا الاعصار ده عيجي في السنة والسنة اللي بعدها لأ دلوقتي سنويا فيه اعصار ومش بس كده بيقول لك ان في ولايات وصل فيها درجات الحرارة مية وتلاتين درجة نحنا مثلا هنا في الشرق الاوسط انت عندك كويت مثلا كويت دي عندها درجات حرارة غير طبعية ما وصلتش لدرجة الحرارة اللي موجودة عند امريكا كاليفورنيا مثلا بالوقتي فيه حرائق في كاليفورنيا البوليس عاجز ان هو يتعامل معها من كتر الحرائق دي هل الحرائق دي بتحصل على مدار سنة واحدة لو خلاص تبطل السنة البعدية لأ هم بيتوقعوا ان الحرائق دي هتبقى سنوية من كتر اجتفاع درجات الحرارة من كتر التغير المناخي بيقول لك التركيبة السكانية حبوز ليه؟ وللوقات دي الناس اللي جواها هتروحوا ولايات تانية صح؟ هتأثر على معدل بطالة لان الناس دي هتيجي تاخد شغل ناس الناس دي هتيجي بعادات ممكن ما تكونش مطبقة في الولايات دي فممكن تاخد منهم عادات بيقول لك هتأثر على التركيبة السكانية مش بس كده بيقول لك ان جوا المجتمع الامريكي نفسه فيه ولايات خربت على السيطرة فيه احتجاجات مثلا مع اللي هم العصابات دلوقتي قتل واحد من عرق مثلا مكسيك مثلا او هو شكله مكسيكي العصابات المكسيكية طلعت ضربة في البوليس الامريكي بصد خيانة اتعرف بحد معدل الاجرام في امريكا عالي انا معاك في كده بس ما كانش بالظاهر ده ما ينفعش ان العصابة تطلع تضرب في البوليس الامريكي ويعلن عنها في وكالات الانباق الامريكية معنى كده ان ما كانتش حاجة صغيرة لأ ده كتحارب بقى اتعلمني كده مش بس كده انت تكلم على اكبر ولاية اقتصادية في امريكا اللي هي نيويورك ابتدت اقتصادية طنهار زي ما انا قلتلك في الفيديو اللي فاتح المشاكل اللي انت شايفة دي كلها هل بايدن حيارف تعامل معها؟ ما اعتقدش وانا على فكرة مصدق ترامب ترامب بيقولك بايدن ده ضعيف وانا مصدق مبانش في خطابه اي حاجة تدل ان الرجل ده قوي وحيارف يقلبلك الدنيا الرجل ده مش حيارف يعني ما تتوقعش ان هو هيغير حاجات كتيرة في الامور بايدن ضعيف بايدن ممكن ياخد امريكا وينزي ممكن المشاكل دي كلها تبقى اقوى منه ما اعرفش يتعامل معها كلها هل انا بزم في ترامب؟ بص انا ترامب يعني انا بعزه لسبب واحد بس ان هو بتعامله مع مصر كويس انا شايف ان هو بتعامل ترامب مع السيسي او الرئيس عفتاح السيسي اللي هو رئيسي انا شايفه كويس بس ده اللي يهميني متفرقش عندي بقى امريكا تقوم ولا توعد ولا اخر هم يعني انا هم حاجة مصر انا شايف ان هو ضريف مش وحش فبايدن بقى لو جاء بايدن لو جاء ايخرب علينا الدنيا هيحزبك على القديم الجديد بقى وايه ويفتح لك ملفات ملاش الازمة وخلي بقى ان هو يخش في عداقات مع الشرق الاوسط كبيرة جدا بالذات مع السعودية الامارات مصر وممكن على فكرة ياخد صف قطر اللي يبقى لك بقى ياخد صف قطر في الازمة الخليجية دي في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط يارب انصر مصر اتحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة